جمعية واجب الخيرية لرعاية أسر الشهداء ومعي للتعليق على هذا الموضوع وعلى هذا الخبر وعلى هذه الجمعية الجميلة التي تهدف بأهداف جميلة نفخر بها حقيقة أن أستاذ سعود العويس رئيس مجلس دارة الجمعية حياك الله سعود حياك الله سعود حياك الله سعود حياك الله سعود وكذلك من جدة ينضم إلينا الدكتورة أروى اليماني نائب رئيس جمعية واجب حياك الله دكتورة حياكم الله أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا سيد سعود بداية نتكلم عن جمعية واجب الخيرية لرعاية أسر الشهداء هي من المسمى واضحة وهدفها واضح وهدفها سامي حقيقة ونحن نفخر فيه ولكن الفكرة التي جتك في لحظة من اللحظات أنك أنت تحتاج إلى إطلاق جمعية مثل هذه الجمعيات أنا متأكد أنه أنت عندك فريق متكامل ولكن الفكرة كيف بدأت؟ الفكرة بدأت بين دكتور نواف الفغم والأستاذ هوازن الزهراني وبعدها هم اللي جمعوا الفريق هذا بقيادة الدكتور نجيب الزامل وجمعنا فريق كامل الحمد لله من 25 شخص وتخيرا صاروا 9 أشخاص ليش؟ هذا جمعية عمومية بعدين جمعية يعني ما كان فيزا على هم شيء لا 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 ما فيزا على اختيارات ماذا ستقدم هذه الجمعية أستاذ سعود؟ هذه الجمعية تقوم بدوار صراحة جليلة وأول شيء أشكر استضافتك لي لأنني ودي أحد يعني صديفني عشان أعبر عن هذه الجمعية لأنني أنا الآن فخور أكون أحد أبناء هذه الجمعية أو أحد اللي يخدم هذه الجمعية هو أبناء شهداءنا الواجب جمعية واجب هي تعتني بأسر الشهداء وإهتماماتها فيها من ناحية تعليمية الصحية النفسية التأهيلية التدريبية إلى أن نقدر نوضفهم فظائفهم وكذا لكن نحتاج مساعدة الجميع نحتاج مساعدة كل مواطن نحتاج مساعدة كل مسؤول كل وزير كل صاحب مكاني يقدر يعمل شيء لا يقصر يستحقون من الكثير الكثير وبيشترك الحمد لله أنا طالع الآن من أحد يعني عزاء للشهيد الله يرحمك في الله محمد سهل لضياني الآن طلعت من عندك على طول مباشرة وأفتخر أني أنا وجدت نفسي بين إخواني هناك ورحبوا فيني ما عندهم في أسى وفي حزن إلا أنهم كانوا يرحبون في جمعية واجب لأن تعرف واجب ستخدمهم فيما بعد في البعد القريب يعني ما نتكلم يعني بعيدا يعني إن شاء الله أنه حنعملهم اللي نقدر عليه وزيادة هم وإخواننا اللي توفوا سابقا الله يرحمهم وأبنائهم جميل دكتورة أروى يعني كذلك أنا بودي أسألك نفس السؤال حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات ماذا ستقدم هذه الجمعية للشهداء الواجب وأسرهم طبعا شكرا جزيلا لهذا السؤال أول شيء عشان إحنا نعرفهم ما هيقدموا أيش لازم نعرف المتطلبات من زوجات الشهداء وأسرهم فإحنا من الأشياء اللي عملناها الفترة اللي فاتت نزلنا عملنا مقابلات مع زوجات الشهداء في عدة مناطق عساس أنه نعرف الاحتياجات اللي موجودة ونعمل استبيان كامل عليها فأحد المشاكل اللي وجدناها أو أنها كانت موجودة اللي هي المشاكل القانونية من ناحية الوصاية على الأبناء والأموال فالآن بنعمل اتحاد مع أعضاء حكوميين وشركات حكومية قانونية من هذه الأمور بحيث أنه يتم حلها من البداية من قبل ما أنها توصل أنها تعمل أي مشاكل النواحي الأخرى اللي وجدناها مثلاً النحية النفسية عند الزوجات بالذات اللي ما يسمى بـ Post Trauma Syndrome أنه فجأة لمن بتفقد الزوجة رب الأسرة وتكون هي الآن الأب والأم المسؤول فالآن نحن عملين شراكات ومبادرات مع أطباء نفسيين وهم أخصائيين نفسيين ومراكز تأهيل وتدريب وحتى للأبناء مثلاً وجدنا أنه في بعض الأبناء عندهم توحد أو عندهم إعاقات سابقة ففقدان الأب أنهى عملية المتابعة فالآن بنعمل الشراكات بحيث أننا نحل هذه المشاكل من بدري بحول الرحمن جميل السيد سعود يعني عودة على نقطة مهمة جداً فيما يتعلق بتواصل أسر شهداء الواجب معكم أنتم هل خلقتوا قناة تواصل بينكم وبينهم ولا حتى هذه اللحظة لأننا نعرف أن الجمعية حتى الآن تم إطلاقها وجمعية جديدة ونحن ننتظر منكم الكثير ولكن أكيد بعد أعطاكم فترة من الزمن حتى أنكم تثبتون أقدامكم على الأرض بشكل أوضح وتكون أصلاً حتى الأمور وضحت لكم ولكن هل في قناة تواصل تم الآن إنشاءها بينكم بين أسر شهداء الواجب ولا لسه صحيح سيد عزام هي جمعية فتية ولكن اللهم لك الحمد الدعم من ولاة الأمر حط على عاتقنا مسؤولية كبيرة أننا نتواصل معهم وكان التواصل سريع جداً وضعنا عن طريق التواصل الاجتماعي وضعنا موقع وضعنا إيميلات وتليفونات والتواصل الآن الحمد لله مستمر وكل يوم يزدود عندنا العدد إلى نوصل العدد النهائي الحمد لله لكن عندنا عدد كافي الآن إننا نخدمهم إن شاء الله بإذن الله جميل وش الخدمات اللي الآن ستبدأون في تقديمها لأسر شهداء الواجب؟ سبق ذكرتها لك يا خد أنا أبغى الآن البداية لأنه فيه خدمات أكيد أنكم من راح تطلقونها بعدين بعد فترة من الوقت بعد كذلك إيجاد الداعمين من الجهاز ذات العلاقة وزراء وكذلك أمراء مناطق ولكن الآن ما الذي لديكم حاليا؟ حيننا الآن قمنا يعني كذا مبادرة الحمد لله ووقعت أكثر مبادرات أول مبادرة ووقعت مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك نظرا لأنه تعرف يعني شريحة كبيرة من أبنائنا رياضيين ويحبوا الرياضة اللي ما هو رياضي عقاش يحب أن يتفرج على الرياضة فالتحاد السعودي كرت القدم مشكورا يعني عطانا الفرصة أنه يجيب لاعب محبوب لأي من أحد أبنائنا الشهداء إلى بيت الشهيد أو طيب يخلي فيه تواصل بينهم بس ما يتعب ابن الشهيد هو اللي يجي اللاعب جميل وهذا الحمد لله نشكرهم والله إلي ما قصروا ومتعاونين معنا فيه إن شاء الله بإذن الله مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي في 23 أغسط في أبوظبي حنأخذ أبنائنا أبناء الشهداء لأبوظبي وإن شاء الله حيكون في تواصل بيننا وبين أبناء شهداء الإماراتيين بإذن الله في نفس المباراة حيكرموا تكريم خاص ومن يعني عبر قناتك الآن يعني أعلن هذا الكلام لكل أبناء الشهداء اللي حاب وراغب يعطينا اسمه حينما حنقصر مع بإذن الله جميل الله يكتب لكم اللجر هذه مبادرة جميلة حقيقة دكتورة أروى هذا السؤال أنا رح أسأل السادس سعود كذلك أنه سؤال مهم فيما يتعلق بالداعمين والجهاد ذات العلاقة اللي أكيد أنكم انتم طرقتوا أبوابهم البعض تعاون والبعض حتى هذه اللحظة لم يتعاون وأنا متأكد مما أقول بدون ذكر أسماء الجهات أو أسماء المسؤولين ولكن ما الذي تحتاج الجمعية من الجهات ذات العلاقة لأنه إحنا بودنا نعلمهم أنه ترى الجمعية طرقت الأبواب ليس فقط لغرض مادي على سبيل المثال أو لغرض الاحتواء الكل لا الجمعية طرقت الأبواب لأسباب معينة ودي تشرح لنا إياها طيب شكرا جزيلا لهذا السؤال بالنسبة للإحتياج المادي إحنا ما طرقنا أي باب لأي إحتياج مادي ولله الحمد لأنه معظم الشهداء عندهم الدخل المادي من الدولة مغطيهم تماما ولا أحد طلب أي دخل مادي المبادرات والشراكات اللي طلبناها إنها تكون موجودة على مستويات عدة مثلا على مستوى التعليم مستوى الإسكان الصحة النقل الأشياء العامة اللي إحنا نستطيع أننا نعمل نعملها ألاحظ أنه إحنا لنا تقريبا ستة شهور فقط أنه من ما بدأنا البداية الصحيحة أو منذ وقت ما بدأنا طلب هذه الشراكات أتمنى أنه من الشركات الكبيرة ونتمنى من البنوك ونتمنى من جميع من له اختصاصات اجتماعية مثل شركات الاتصال خدمات النقل جميعها أنها تعمل مبادرة معنا خاصة أنه بعد ما قابلنا سماحة مفتي المملكة فوصى يعني وصاية شديدة أنه نطلع للإعلام ونعرف بأنفسنا وننبه الشعب أنه إحنا أول جمعية مصرحة من الدولة لشهداء الواجب فقط ولا توجد أي جمعية أخرى تمثلنا في هذا الشيء جميل فبعض الشركات وبعض المؤسسات كانت بتتبرع لأشخاص من الناحية التي هي التطوعية وليست جهة رسمية تماما فالبعض بدأ يحصل له لخبطة أنه كيف أنه إحنا تبرعنا هنا وهذه جمعية أخرى فإحنا من هذا المنبر الآن بنصف وبنعلن أنه إحنا الجمعية الوحيدة بالمملكة لهذا الشيء وليس أي قطاع آخر جميل سعود نفس السؤال لك اجتمعت في عدد كبير جدا من أمراء المناطق أو لا؟ نعم كيف كانت الاجتماعات مع أمراء المناطق؟ والله يا أستاذ عزام ايش أقول لك يعني احتوان احتواء يعني ما نقدر نعبر عن الشعور اللي وصل لنا يعني كل أمير تجد تعملك عند الأمير الآخر نفس التوجه وكأنهم على سطر واحد وكأنهم على تفاهم واحد وكأنهم على اتصال واحد يعني تجي عند أمير القصيم مثل أمير نجران تجي عند أمير نجران مثل أمير جازان تجي عند أمير الرياض والكل بتوجيه واحد وكلهم بكلمة واحدة نحنوا في خدمتكم يعني صراحة يعني اغمرونا بهذا الشيء وطبعا أرجع لما ذكرت فيه الدكتورة أروى أنه بالنسبة لمتطفلين على الجمعية أو متطفلين على كلمة شهداء الواجب واستغلال هذه الكلمة لا بد أن تبعد ونحن الجهة المصرح لها أي أحد يجيكم يا الجهات الحكومية الخاصة القطاعات ارجع إلى جمعية ذوي شهداء الواجب موجودة الجمعية قائمة ما يحتاج أنهم وفعلا تنوي هذا مهم جدا إذا كنتم فعلا تريدون أن تساعدون أو تريدون أن تقفون سواء كنتم جهة حكومية أو جهة خاصة أو حتى أفراد اتجهوا إلى جمعية واجب ولا تتجهون لأفراد قد تكون لهم مآرب أخرى فبالتالي مهم جدا أمنيا نتكلم هي جمعية مصرح لها من الدولة فعليكم أن تتجهوا لها إذا ما أردتم أن تساعدوا أسر شهداء الواجب أرجع أستاذ عزام الموضوع بعض المسؤولين في الدولة نخاطبهم لمقابلتهم إحنا والله العظيم لو الخطاب لي أنا شخصيا والله العظيم كان أنا أنتظر وانتظر ستة شهور وسنة لكن أعرف أن هذا لابن شهيد ضحى عشاني عشانك يا معالي الوزير فلاني أو طعمك المسؤول الفلاني قابلونا رسلنا لكم خطاب قابلونا شوفوا شنبغة عنا طلبات طلباتنا كلها بسيطة ولا هي لنا ولا هي مادية كلها طلبات لوجستيكية لوجستيك فقط دعم معنوي نبغاكم تدعمون هذه الجمعية دعم معنوي أبناء شهدة لهم الكثير سأسعد أقاطعك في هذه النقطة تواصلت مع عدد من الوزراء والمسؤولين صحيح تكلمنا عن أمراء المناطق وشهدنا لك الصور ولكن نتكلم الآن عن الوزارات والمسؤولين في الوزارات تواصلت معهم هل كان في عدم تجاوب من بعضهم؟ صحيح ما وش ما عدم تجاوب لكن ما أحد يرد عليك يعني أنت تكتب خطاب رسمي يرد عليك خطاب رسمي مقيد عندك بقيت وتاريخ وكذا ليش أربعة شهور ثلاثة شهور أنا ما طلبت شيء لنفسي أنا جاس أطلب لابن الشهيد اللي أنا وعشانه أنت الآن جالس في مكتبك أنت جالس توقع وراق عشان هذا الشهيد توفى عشانك مو عشاني أنا ولا عشان نفسي والله لو المعاملة لي والله لقعد سنة ما عندي مشكلة أنا من المعاملة تخصني والله ما عندي أي مشكلة لكن حرام يعني هذول يا أبناء الشهدين محتاجين مننا الكثير ولاة الأمر جاءت تدعمهم من هنا أنتم مدعمون بعد ادعمونا مقابلتنا يسمعوا شو نبغى إحنا ما عندنا طلبات كثيرة يعني أنا إذا قلت لك أبغى يعني ما أبغى أذكر وزير معين أو واحد لا بدون ذكر فأنا أبغى يعني الخدمة الفلانية فتأكد أنها حتكون تسعد هذا الابن تسعد هذه البنت خاصة أن هذه طلبات مش مادية أبدا الماديات الدولة ما قصرت الدولة عطت لقارت بس بالنسبة لأبناء الشهداء وزوجاتهم وهذا ما أبقى لهم شيء لكن إحنا نتكلم عن الخدمات فقط إحنا محتاجين خدمات يعني أشكر وزير الإسكان هو أول وزير قابلنا وعلى طول يعني الخطاب ما أخذ عنده أسبوع واحد فقط وقابلنا مباشرة ورحب أفكارنا وإن شاء الله حننطلق انطلاقة جديدة ومبادرة بيننا وبينه حيسمح الملأ إن شاء الله بإذن الله لكن للأمانة هو أول من قابلنا للأمانة نوجه له الله تحيي طبعا المفتي الله يطول عمره يكثر خيره ويمده بالصحة والعافية صراحة يعني أثلج صدورنا ولكن قال كلمة يعني مهمة جدا قال تحتاجون إلى دعم إعلامي أنتم تحتاجون إلى دعم إعلامي فبرضو أنا أوصل الرسالة هذه إلى وزير الثقافة والإعلام لابد أن يعني يوجه جميع قنوات بالتواصل معنا ولا يخلونا أبداً أبداً ما تقصر والله ما تقصر هذا البودر قرمي عندكم أنتم بتصلتوا فينا يعني هذا لا لا حنا صدقنا حنا يعني نتكلم وهذه والله حقيقة سيد السعود إحنا ما نتكلم أنه إحنا في قناة الإخبارية أو ندافع عن قناة معينة أو عن وزارة معينة لا والله إحنا ننتقد النقد البناء لجميع الوزارات حتى لو كانت وزارة الثقافة والإعلامي صدقني أنا أتكلمها وأنا مسؤول عن هذه الكلمة أبداً إذا كان النقد البناء والله إننا نوجهه ولا يعني ما نخب بشي ولكن فعلاً نحنا تواصلنا معكم ومن الكلام هذا من استوديو الإخبارية الآن لجميع وسائل الإعلام سواء كانت صحافة إلكترونية أو ورقية سواء كانت قنوات تلفزيونية أو حتى إذاعات هذه الجمعية تواجب وهذا أستاذ سعود العويس رئيس مجلس إدارة الجمعية موجود تواصلوا معه حقيقةً يحتاجون إلى دعم بعد ذلك سيد عزام أبغى الكاميرا تيجي على الفولدر الآن أعطونا الكاميرا يا شباب الكرين على الفولدر بس أي هذه هي الجمعية الوحيدة المفروض يخدمها كل مواطن وكل مسؤول في الدولة هذه هي الجمعية الوحيدة اللي طعمك أباءها ضحوا عشاننا الرجاء من جميع اللي يسمعني الآن أن يهتم في هذه الجمعية لأنها والله غير ربحية ولا هي تدور فلوس ولا شي هي كل اللي تدوره الآن خدمات خاصة لأسر الشهداء المتوفين فقط والتغطية الإعلامية لكم اليوم هو أقل واجب صدقني أقل واجب نقدمه لكم ورح نقدم لكم أكثر شكراً أعزاً رح نقدم لكم أكثر شكراً أعزاً دكتورة أروى قبل لا أختم مع الخبر هذا الخبر المهم لأننا صراحة ودينا أبقى معكم إلى الساعة 7 ولكن عندنا فقرات وعندنا أخبار ثانية لكن بعد خمس سنوات الجمعية وينتبه تكون؟ جميل نحتاج أن الجمعية بحول الرحمن أنها تكون أول جمعية تماماً موجودة لأبناء الشهداء بحيث لا نريد أن نصل لمرحلة بعد خمس سنة بعد أننا نطلب خدمات نحتاج أن الخدمات تكون موجودة فإنه من غير ما يقدمونها فقط تقدم ليهم نعم تنزل ليهم قبل أن يحتاجوها أو يطلبوها من أصل بحول الرحمن يلا نحن ندعو لك بالتوفيق دكتورة أروى ندعو لكم كلكم بالتوفيق والله يقويكم يا رب سأسعود قبل لا أخذتم سؤال واحد البنوك تواصلتوا معهم أو لا؟ دائماً عندي مشكلة مع البنوك كما يتعلق المسؤولية الاجتماعية بكل أسف بنك واحد فقط هو اللي وقف معنا من أصل 13 من أصل 13 أحد البنوك للأسف يطلب أنه كم ستدعم بحساب جمعية البنك آه يعني هو الآن يريد أن تتحول إلى عميل صحيح ويطالب ويطالب مني أني أنا أوضع له فلوس وأنا أعطيك 50 ألف ريال مبادرة IT أي شيء ثاني قلت لي يا عزيزي يا عزيزي أنا أحتاج منك الدعم إلى ما لا نهاية لو تعطيني ربع في المئة من طعمك دخلك السنوي أنا أحتاجه أحتاجه أنا ما أخذه في جيبي وتعرف أنت كيف طعمك قانون الجمعيات وكيف طعمك يطلع المبلغ كيف يطلع بتوقيعين أو بثلاثة واقع ولا يمكن يطلع بسهولة فإحنا نبغى لهذا أولي الفئة الغالية علينا نبغى لما نقدر نطلع تذاكر الأبوظبي ما نحتاج نقول أحد يدعمنا موجودة عندنا في الجمعية الفلوس أطلع وأسحب على طول مباشرة قيم قيمة الذاكر 20 ألف هذه 30 ألف تقل على الله مصاريف السكن مصاريف الأكل ما أحتاج أني أحتاج لحد أنت يا بنك عطني لماذا لا تعطيني بنك الإنما الوحيد اللي حيدشن جمعيتنا على طعمك شرف صاحب اسمه المالك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وبنك الإنما تكفل بكل كبيرة وصغيرة سواء كانت ألف ريال أو مليون ريال والله أنا رسالتي المعتادة للبنوك فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية تعبت وأنا أوجهها تعبت وأنا أوجهها وأنا متأكد أن المشاهدين تعبوا وهم يسمعونها البنوك أنتم سنوياً نتكلم عن أرقام مهولة الله يبارك لكم ويوفقكم ويرزقكم أكثر وضعافها ولكن مثل ما أخذته ومثل ما كانت هذه الأرباح من هذا البلد فالمسؤولية الاجتماعية لهذا البلد واجب من اسم هذه الجمعية شكراً جزيلاً شكراً لك شكراً لكم 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة